اشتركوا في القناة واستشكل ما يأتي في بعض النصوص من إدخال الله عز وجل لبعض المؤمنين الجنة وإخراجهم من النار ولم يعملوا خيراً قط كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضان الله وهذا الحديث في الصحيح وفيه لم يعملوا خيراً قط والإيمان قول وعمل وأنه لا يصح عمل الإنسان إلا بقول وعمل ومعلوم أن الإنسان إذا لم يكن لديه قول وعمل في إيمانه الباطن والظاهر فإنه ليس بمؤمن وإذا لم يكن مؤمناً والله عز وجل حرم على المشركين الجنة فكيف يخرج الله عز وجل من لم يعمل خيراً قط يخرجه من النار ويدخله الجنة ينبغي الكلام على مسألة وهي مقدمة لهذا وهي أن الله سبحانه وتعالى يدخل عباده الجنة ويدخل عباده النار ممن شاء وقدر عليه العذاب من أهل الإيمان ومن قضى الله عز وجل عليه الكفر وعذبه به وعذبه سبحانه وتعالى به يدخلهم النار بالأفعال والترك لدينا أفعال أفعال وترك الأفعال والترك يستقل الناس فيها ويستكثرون فمنهم من يستكثر من أمور الأفعال ومنهم من يقل منها ومنهم من يستكثر من أمور الترك مخلصاً ومنهم من يقع في المحرمات من يقع في المحرمات قد يستوجب بعض العباد دخول الجنة بالترك مع قلة في الأفعال مع قلة في الأفعال وذلك أنه ترك المحرمات وترك الموبقات وترك المهلكات ولكن لديه عمل قليل فعظم لديه الترك وقل لديه الفعل وقد يدخل الله سبحانه وتعالى بعض عباده بفعل المحرم ويوجد لديه عمل صالح وقد يدخل الله سبحانه وتعالى بعض عباده بالترك وهو يقابل دخول الجنة بترك الطاعات ومع أنه لم يفعل المحرمات لم يفعل المحرمات فيكون لديه ترك الطاعات كثيرا وفعل المحرمات قليلا والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر إذا أدركنا هذه المسألة نفرق بين الفعل الذي يبادر به الإنسان من جهة العمل وهو المقصود لدينا في فهمه في مسألة الإيمان وبينما يتعلق بمسألة الترك إذا أدركنا هذا الأصل ننتقل إلى معنى آخر ينبغي أن نتكلم فيه في هذه المسألة وهذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على فطرة صحيحة مستقيمة وهذه الفطرة ما جاب لهم عليها من إدراك بعض المحرمات بلا نص يفهمون المحرم بلا نص من الوحي وهذا ما يسمى بوازع الطبع وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها وكما في الصحيحين من حديث أبي هرير ما من مولود إلا ويلد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذا الدليل الفطرة هذا الدليل الفطرة ما هي المسائر التي يعرفها الإنسان بلا نص أن يعرف أنها محرمة بلا وحي وبلا رسول وبلا نذير يعرف الأشياء المحرمة القتل القتل يعرفون أنه محرم بالفطرة ويعرفون أيضا أن السرق أخذ المال من الناس محرم ولا يحتاج إلى نص وجاء النص في ذلك مؤكدا ومعظما والنوع الثاني وهو دليل الشرع دليل الطبع هو النوع الأول وهو دليل الفطرة النوع الثاني هو دليل الشرع دليل الشرع الذي لا يمكن لأحد من الناس أن يعلم التشريع به فطرة وإنما لابد من دليل من الشرع يبينه الوحي من الكتاب والسنة دليل الشرع في هذا وهو كثير من الشرائع الإنسان يولد ويكبر ولا يعلم أحكام الصلاة هل يمكن أن يعلم الصلاة بالطبع والفطرة لا يمكن أن يعلمها لكن يعلم أن ثمة خالق يستحق التذلل والتعبد والخضوع والطاعة له لكن كيف يطيع لا يعرف هذا وتأتي الشريعة ببيان هذه الأحكام كذلك أيضا محرمات لا يدل عليها دليل الطبع لا يدل عليها دليل الطبع ويدل عليها دليل دليل الشرع يدل عليها دليل الشرع دليل الشرع في هذا كلبس الذهب والفضة مثلا من المنهيات للرجال هذا لا يدل عليه غالبا دليل دليل الفطرة وإنما لابد من دليل من دليل الشرع الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال وغير ذلك هذه لابد فيها من دليل شرع لا يدل عليها دليل دليل الطبع الله سبحانه وتعالى يعاقب عباده بالأمرين بدليل الطبع وبدليل الشرع ولهذا الإنسان إذا كان مشركا أو مثلا يزعم ألا خالق وهو ملحد ثم قام بجريمة قتل ولم يكن لديه نص من الوحي من كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القتل محرم وببيان عقوبته الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هل يؤاخذه على القتل أم لا يؤاخذه عليه يؤاخذه سبحانه وتعالى على القتل ولو فعله من غير دليل من الشرع لماذا؟ لأنه قائم بالطبع لأنه قائم قائم بالطبع ولهذا ينزل الخلق عليه العقوبة فيما بينهم إذا قتل فإنهم ينزلون عليه العقوبة بذلك لأن هذا الأمر معلوم بالطبع كذلك أيضا ما يكون من السرقة والاغتصاب وغير ذلك المعروف في الطباع ولهذا تجد الناس على اختلاف شرائعهم ومللهم سواء كانت سماوية محرفة أو محكمة أو كانوا أيضا من أهل الاختراع والابتداع للملل الذين يعبدون الأصنام والأوثان تجد أنه كل الفطر تحرم القتل وتحرم السرقة وتحرم غصب الناس أخذ أموالهم وغير ذلك وضرب أبشارهم وغير هذا يحرمونه لأن الدليل الطبع في ذلك قائم لأن الدليل الطبع في ذلك قائم إذا وجد مسلم من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يرد إليه من نصوص الشرع إلا شيء يسير إلا شيء يسير يقوم به يقوم بما أتى أو ربما لم يأته شيء من الأدلة إلا ما ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأته بشيء من تفصيلها ثم قام بالقتل هل يعاقبه الله عز وجل يوم القيامة بالقتل مع أنه لم يأتي دليل من النص من الوحي ولا أيضا من السنة أن القتل حرام هل يعاقبه الله عز وجل بالقتل يوم القيامة أو لا يعاقبه يعاقبه بالقتل لماذا؟ لأن دليل الفطرة قائم فيه لأن دليل الفطرة قائم فيه ودليل الطبع تارة يكون في الإنسان أقوى من دليل الشرع والله الذي أوجد دليل الطبع في الإنسان هو الذي أنزل دليل الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه ليبلغ الإنسان ولهذا تقوم الحجة على من؟ تقوم الحجة على الإنسان بالدليلين بدليل الطبع ودليل الشرع بدليل الطبع ودليل الشرع ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى دليل الطبع على الإنسان فيما فطرهم عليه من الإيمان بوحدانيته حينما أخرج من آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى هذا الإشهاد وهو دليل الطبع وهو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة الله عز وجل على عباده يوم القيامة بهذا الدليل بهذا الدليل أنك خلقت ومطبوع على الإيمان بالخالق فلماذا تجهد الحقيقة التي يؤمن بها العقل ويؤمن بها السمع والبصر من جهة ما يشاهده فلماذا تكفر بها فدليلها في ذلك قائم لكن ما يتعدى عن هذا وهو كيف يعبد الخالق كيف يعبد الخالق أنت تؤمن بوجود خالق لكن الصلة بينك وبين وصف هذا الخالق وبين صرف العبادة له هذا الأمر الذي يحتاج إلى دليل شرع الذي يحتاج إلى دليل شرع وهو مساحة العذر وهو مساحة العذر بالجهل ولهذا لا يعذر الملحد بلغه الدليل أو لم يبلغه الدليل لماذا؟ لأنه يقوم فيه قائم الطبع قائم الطبع ولهذا يأتي الشخص يقول لا أؤمن بوجود خالق لا أؤمن بوجود؟ بوجود خالق هل هذا يعذر بجهله مع أنه لم يأتيه نبي مرسل؟ لا يعذر بجهله لا يعذر بجهله لأن دليل الطبع في فطرة الإنسان موجود وهو الذي جحده ولو جاءه نص لجحده أيضاً إذن هو يجحد دليلاً مشابهاً للدليل من جهة الحجة وهو دليل الشرع مما يأتي من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه ووحيه ووحيه العظيم ولهذا نأتي إلى مسألة وهي أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط من لم يعمل خيراً قط إذن ماذا كان يفعل؟ لماذا دخل النار؟ لدينا الباب الآخر لدينا كان يفعل إيش؟ محرمات لم يفعل خيراً قط يفعل محرمات عدم فعله للخير على أمرين إما بعلم أو بعدم أو بعدم علم الإنسان يدخل الجنة إما بأفعال أو بتروك يدخل بأفعال أو بتروك يستوجب دخول الجنة تروك تروك المحرمات والأفعال الطاعات لا بد من جنس الأفعال أن يوجد في الإنسان لا بد أن يوجد جنس الأفعال في الإنسان حتى يستوجب الجنة قد يكون لدى الإنسان مثقال ذرة من الأفعال فحفظ على إيمانه ولكن لديه تروك كثيرة للمحرمات زادت في ثوابه مخلصاً لله عز وجل فاستحق دخول الجنة بالنسبة لدخول النار قد يدخل النار ولديه أكثر من مثقال الذرة من جهة الطاعات ولكن لديه محرمات وأفعال فلم يفي بالتروك الذي أمر الله عز وجل بتركها فاستحق حينئذ دخول النار كالذي يقع في الزنا ويقع في الربا ويقع في السرقة ولكنه يصلي ويصوم رجل أقل منه صلاة أقل منه صلاة ولكن لديه تروك تارك المحرمات هذا يدخل الجنة وذاك يعذب في النار ولهذا لدينا بابا الباب الأول باب الأفعال وباب التروك ولدينا دليلان دليل الطبع ودليل ودليل الشرع وكلها يعاقب الله عز وجل بها نوعا من عباده بالأفعال والتروك ويثيب الله عز وجل على عباد أيضا بنوع من الأفعال من الأفعال من الأفعال والتروك ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد يدخل عبدا النار ولم يبلغه دليل الأفعال في الشرع بمعنى أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسوك لا يعلم شيء من الشريعة هذا معذور أو ليس بمعذور لكنه يقتل ويزني ويسرق هذه جاءه دليل من الشرع لم يأتيه الصلاة والصيام فضلاً عن يأتيه دليل من الشرع بمسألة الزنا والسرقة والقتل لكنه يزني ويسرق ويقتل ولم يأتيه دليل من الشرع هذه تستوجب النار أو لا تستجيبها تستوجب النار أو لا تستجيبها يستوجب النار وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى لديه أفعال أو ليس لديه لديه أفعال ليس لديه أفعال إذا عذبه الله عز وجل بما ثبت دليل الطبع فيه دليل الطبع فيه وهو تحريم القتل وقتل ولم يأتي نفس بتحريم القتل لديه القرآن ليس لديه والسنة ليست لديه لكن دليل الطبع موجود لديه بتحريم القتل عذبه الله به ولكن لم يعذبه بترك الأعمال لماذا؟ لأنه ليس لديه خير يخرجه من النار إلى الجنة ولما عذبه الله بالقتل وعذبه بالزنا وعذبه بالسرقة وعاقبه فيها ومحصه هل لديه عمل خير؟ ليس لديه عمل خير يخرج من النار أو لا يخرج؟ يخرج من النار يخرج من؟ من النار أدركنا هذه المسألة؟ فهمناها؟ دقيقة أدركت كيف يخرج شخص من النار ولم يعمل خيرا قط؟ هذا توجيه يؤيده حديث حذيفة عند ابن ماجا وكذلك عند الحاكم في المستدرك أنه قال يدرس الإسلام جاء مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يعني يدفل تطمس معالمه حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله سمعنا آباءنا يقولون ونحن نقولها هذا لديه قول لديه عمل أو ليس لديه عمل؟ ليس لديه عمل قال لحذيفة قال ما تفعل به لا إله إلا الله؟ قال تنجيه من النار لا أبا لك تنجيه من النار لا أبا لك لهذا نقول إن الإنسان الذي ليس لديه علم بالأفعال لا ليس لديه علم بالأفعال يُعذر بعدم فعله لعدم علمه لعدم لعدم علمه وكيف يدخل النار؟ بالأفعال التي دل عليها الطبع دل عليها الطبع ولهذا تأتي في الأرض من مشرقها ومغربها اسأل أي شخص عن حكم القتل يقول لك محرم ولو طبعا السرقة محرم تأخذ أم الناس الضرب محرم يؤمنون بهذا من الذي جعلهم يؤمنون؟ دليل أوجده الله في الناس كما أنزل الوحي كما أنزل الوحي لماذا؟ حتى يؤيد الله عز وجل الوحي بالطبع ولهذا تنحرف بعض الفطر ينحرفون بعض الفطر وتجد أنهم يجعلون الزنا حلال هذه فطر مبدلة كما تبدل الشرائع كما تبدل الشرائع تبدل كذلك الفطر تبدل الفطر أيضا من الأمور التي يوجه فيها هذا أن العرب قد تستعمل قولهم لم يعمل خيرا قط أو لم يرى شيئا قط لشدة ما يخالفه ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي يغمس في النار غمسة هل مرك بك نعيم قط؟ فيقول لا أو يغمس في الجنة غمسة أبأس الناس فيقول هل مرك بك بؤس قط؟ فيقول لا هل هذا كلامه صحيح وليس بصحيح؟ كلامه في قوله لم يمر به بؤس قط ولم يمر به نعيم قط معناه في ذلك أنه رأى نعيما لعظمته تضاءل لديه ما مر به تضاءل لديه ما مر به ولهذا قد يستعمل في لغة العرب أنه لم يفعل خيرا قط لعظم السيئات في مقام في مقام الحسنات وهذا أسلوب عربي ولهذا أمثال هذه النصوص لا نضرب بها المحكم لا نضرب بها لا نضرب بها المحكم وإنما نفسرها ونبينها على ما جاء على ما جاء في أصول الشريعة العامة ونفهم بالتفصيل والتأصيل الأول مسألة من المسائل المهمة وهي مسألة العذر بالجهل وهي مسألة العذر بالجهل العذر بالجهل ثمت أشياء ما دل عليه دليل الطبع الأصل أن لا يعذر به أحد شخص يقول أنا ملحد نقول هذا دل عليه دليل الطبع لست بحاجة لا لمحمد ولا لعيسى ولا لموسى لست بحاجة إلى شيء دليل الطبع قام في هذا الأمر القتل يعاقب لو جاءنا رجل الآن جاءنا رجل وقال وقيل أني قتلت فلان ولم يبلغني دليل من الكتاب والسنة عن هذا هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه يقام عليه الحد لأنك لست بحاجة إلى نص لماذا؟ لأن الله فطرك على هذا الشيء وأوجد فيك هذا الأمر ولهذا موجد الطبع هو منزل الشرع هو منزل الشرع وأقام الحجة بالإثنين أقام الحجة بالإثنين إذن ما فائدة الشرع مع ثبوت ذلك في الطبع ليحافظ على الطبع من التبديل وكذلك يؤكد الطبع بالتنزيل يؤكده بالتنزيل حتى يعظم في نفس الإنسان القتل ولهذا جاءت النصوص بالوعيد متكاثرة عن القتل والزينة وغير ذلك لماذا؟ حتى تكبح جماح الشهوة والعدوان قد الإنسان يحب الانتقام يأتيه النص ويوقفه وقد يتجاوز الطبع ويأتيه النص ولهذا إذا اجتمع الطبع والشرع على الإنسان تقاويا على أسره وتقييده على أسره وتقييده ولهذا إذا كان الإنسان صاحب فطرة صحيحة وصاحب شرع صحيح فإنه حينئذ يكون أكثر انضباطا وقد يكون الإنسان منضبط بطبع صحيح بلا شرع يعلمه ينضبط في دائرة الطبع ويضل فيما فقده من أمور الشرع ولهذا نعرف دوائر العذر ودوائر عدم العذر شخص شرب الخمر وسكر ولم يعلم دليلا من الشرع في ذلك هل يعذر بشربه الخمر أو لا يعذر يعذر لماذا؟ لأن الخمر لا يدل على تحريمه الطبع لا يدل على تحريمه الطبع كذلك الذي يترك الصلاة ترك الصلاة وهو جاهل بها وثبت جهله دليل الطبع لا يدل على هذا لكن لو سرق وزنى وضرب واغتصب وغير ذلك هذا يدل عليها دليل الطبع لماذا؟ لأنه بطبع الإنسان لا يحب أن ترتد إليه هذه الأشياء لا يحب أن تكون منه وإن وجد نزوة أن تكون في غيره ثم بعد ذلك يأتي الدائرة الأخرى في مسألة العذر بالجهل في مسألة أمور الشرع متى يعذر الإنسان ومتى لا يعذر ما تمكن الإنسان من العلم به فلم يسعى إلى تحقيقه ويسعى إلى تحقيقه ولو كان جاهلا من جهة الحقيقة جاهلا من جهة الحقيقة تأتي إلى شخص وتقول له هذه أحكام الإسلام وأركانه هذه أحكام الإسلام وأركانه قم بقراءتها وتعلمها لتتعبد لله ثم تركها ولم يقرأها هو جاهل أو عالم جاهل من جهة الحقيقة جاهل هو جاهل وشخص آخر لم يعرض عليه الإسلام ولم يعلم بمكانه حتى يسعى إليه ولم يسعى إليه اشترك في الجهل أو ما اشترك في الجهل اشترك في الجهل ذاك مكن من العلم فأعرض ذاك مكن من العلم فأعرض وعلم بمكانه لو طلبه لا رفع الجهل عنه وذاك ما علم بمكانه وما عرض عليه فيعذر ذاك ولا يعذر ذاك بحسب الحال وهي على مراتب قد تختلف في زمن ولا تختلف في زمن وتشتهر في موضع دون موضع ويأتي بعض المسائل الخلافية في هذا الأمر وهي مسألة الشرك والوثنية هل يعذر الإنسان بجهلها في أمر الوثنية إذا عبد الأصنام أم لا يعذر يدخل في هذه الدائرة هل عبادة الأصنام يدل عليها دليل الطبع منفردا أنك تعلم بوجود خالق فلماذا تعبد الحجر إذا عبد الحجر منفردا على أنه الخالق مدبر الكون إذن نفى وجود الخالق سبحانه وتعالى وذلك بتعدده العلماء عليهم رحمة الله تعالى لهم كلام في هذا منهم من ينفي العذر في مثل هذا الأصل ومنهم من يعذر بحسب الحال ولهذا يختلفون في مسألة أمر أهل الفترة على أقوال هي تتقارب من جهة الأصول وتختلف من جهة التنزيل وكلام على هذه المسألة يحتاج إلى بسط ولكن نكتفي بهذا القدر وبه نعلم المسألة التي يتكلم فيها العلماء ويتكلم أيضا أو يسأل عنها بعض الإخوة وهي مسألة كيف يخرج الله عز وجل الأناس من النار لم يعملوا خيرا خيرا قط ويدخلهم الجنة ومع أننا نقول إن الإيمان قول قول وعمل إذن إذا انتفى الإيمان ليسوا من أهل الإسلام نقول انتفى عنهم العمل وعذبوا بالتروق انتفى العمل بعذر وعوقبوا بالتروق لوجود وازع الطبع فكابروا عليه فعوقب عليه ولهذا قد يدخل الإنسان النار ولو لم يعلم دليلا بحرمة السرقة وحرمة القتل وما في أحكامها لوجود قائم الطبع في ذلك ويعظم عليه العقاب ويعظم عليه العقاب إذا اجتمع فيه الوازعان وازع الطبع ووازع الشرع نعم ترجمة نانسي قنقر